بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الطلاق الطلاق هو حل قيد النكاح كله الباء أو بعضه الرجعي أنواع الطلاق أولاً الطلاق السني باعتبار حال إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه واعتبار عدد الطلقات طلقة واحدة فقط ثانياً الطلاق البدعي باعتبار حال إيقاعه في الحيض أو في طهر جامعها فيه واعتبار عدد الطلقات ما زاد على طلقة واحدة دفعة واحدة تنبيه الفتوى بالطلاق يرجع فيها إلى أهل الفتوى والمحاكم الشرعية الغضب بالنسبة للمطلق على ثلاث درجات أولا محل اتفاق يقع طلاقه وهو ما كان عند ابتداء الغضب حيث يعقل ما يقول ويمكنه أن يمنع نفسه ثانيا محل اتفاق لا يقع طلاقه وهو ما كان عند انتهاء الغضب حيث لا يدري ما يقول ثالثا محل خلاف وهو ما كان بين بين حيث يدري ما يقول لكن الغضب سيطر عليه والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وطلاقهن لعدتهم فسره حديث بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها ويقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المختار المميز بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية إذا نوا بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع تعليق الطلاق بالشروط على أحوال أولا الشرط المحض فيقع به الطلاق بكل حال كأن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق فإذا غربت طلقت ثانيا اليمين المحضة فلا يقع بها الطلاق وفيها كفارة يمين كأن يقول إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وهو يقصد الامتناع فهذه يمين محضة لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطليقه امرأته ثالثا المحتمل لهما فهذا يرجع إلى نية المطلق فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر